الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله رمضان بين الهداية والتكبير قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حينما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال بعدها ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيتبادر للأذهان أن خطاب الله تعالى بعدها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أنها بعد انتهاء رمضان وقد يحتمل السياق هذا المعنى لكن لو قرأنا السياق القرآني بدقة أخرى من غير ذكر رخصة المرض والسفر لوجدنا أن الخطاب والمطلب كالتالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيكون الخطاب بالطلب بإكمال العدة والتكبير والشكر ابتداءا عند شهود الشهر لهذا جاءت كلها معطوفة بحرف العطف وهو الواو ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون وكل المرادين عند ابتداء الشهر وعند انتهائه مطلوب وجميل وجليل فاستقبال الشهر بتعظيم الله وشكره منهج أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبشر أصحابه بقدوم الشهر مبينا لهم فضله معظما فيه مكانته شاكر الربه على ما أسبغ فيه من نعم وعطايا ومنح فمن أعظم نعم الله على العباد أن يهديهم ويدعوهم للهداية لذلك كان هذا الشهر أعظم هداية بل إن الله تعالى ذكر في هذا الشهر الهدايتين العامة والخاصة هدى للناس وبينات من الهدى فكلنا يعلم أن لله تعالى هدايتين هداية عامة و هداية خاصة العامة وهي لكافة الناس و الخلق وتسمى هداية الإرشاد و الدلالة وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل وهداية خاصة وهي هداية التثبيت والتوفيق اهدنا الصراط المستقيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فجمع الله في رمضان الهدايتين العامة والخاصة فوجب علينا تكبير الله وتعظيمه وشكرة على ما وفقنا وهدانا لهذا الشهر لذلك قال الله في نهاية الآية ولتكبروا الله على ما هداكم وتكبير الله يكون بالمعنيين اللفظي والعملي اللفظي هو اللهج بالله أكبر وهو أول ما يفعله الصائم عند ثبوت رؤية الهلال يعني هلال شوال وانتهاء رمضان وهو ما يفعله الحاج والمسلمون بعد نسك الحج كما قال تعالى يعني بعد آيات نسك الحج قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم والأمر الآخر هو التكبير العملي وهو تعظيم الله بأن يكون سبحانه أكبر من كل شيء وأحب إليك من كل شيء فحينما يقول المؤذن الله أكبر تترك كل شيء لتعبر عن المعنى الحقيقي للتكبير بأن الله تعالى أكبر من كل ما يشغلك عنه وأحب إليك من كل شيء تقدمه على ندائه فجمع الله في رمضان الهداية والتكبير ليكون لنا منهجا تربويا ننتهل من هدايته تكبير الله وتعظيمه سبحانه وتعالى وأخيرا فإن أول كلمة يقولها أهل الجنة بعد دخولهم الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيحمدون الله على نعمة الهداية في الدنيا التي يعني هدتهم لما هو فيه من النعيم المقيم اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين